ما زالت الكنائس في المملكة تصلي وترفع الأدعية ورأينا من بداية العدوان لغاية اليوم الشموع الوقفات أمام الكنائس يعني جهد كبير من الكنائس جميعا هل النفس الكنائسي الأردني موجود فقط في الأردن ولا عم نشوف هذه الوقفات في الكنائس خارج الأردن وأكيد كلها دعم لجهود جلالة الملك خلال هذا الفترة نعم يعني كل التايتل الذي يخرج من الكنائس الأردنية هو تضامنا مع الشعب في غزة ولكن دعم لجهود جلالة الملك يعني هذا التوافق فعلا هذان الخطان الذين نسير عليهم في كل المسيرات وكل الصلوات وكل الشموع التي تضاء يعني عدد كبير من الكنائس ليس فقط في عمان ولكن أيضا في كل محافظاتنا العزيزة كانت ترفح هذا الشعار الجميل أننا ندعم جهود جلالة الملك لأنها جهود سلمية ولأنه يخاطب العالم بلغة يجب على العالم أن يسمعها حتى قبل العدوان على غزة كان جلالة الملك من أوائل المحذرين من هذا التوغل الإسرائيلي وهذا ما يحدث حاليا لو أصغى العالم قبل هذا العدوان إلى جلالة الملك لما حدث كل هذه المآسي لكن جوابا فعلا أنا التقيت قبل فترة كان في مؤتمر في أبوظبي لرؤساء الكنائس رؤساء الأديان من الأحرى من أجل المناخ ولكن كانت فرصة لنلتقي مع رئيس وزراء الفاتيكان وكل قادة الأديان في العالم الإسلامية والمسيحية وكل الأديان أيضا التقليدية يعني التقيت مثلا مع رئيس أو الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يعني تشعر أنه فلسطيني عندما يتحدث هذا فعلا النفس الكنائس الذي تحدثت عنه جميل جدا أن نراه في كل كنائس العالم وهنا بالمناسبة عبر شاشة التلفزيون الأردني وكما قلت قبل يومين في إحدى الجامعات في محاضرة أنه علينا الحذر من الدمج ما بين الكنائس في الغرب وما بين الحكومات أحيانا كثيرا يقال مثلا أنه الدول المسيحية في الغرب هي ليست دول المسيحية لم يعد هناك دول مسيحية هي دول لها مصالحها سياسية وتسير كحكومات عليها ولكن هناك شعوب وهناك كنائس الكنائس في الغرب لا تتبع حكومات الغرب وبالتالي هناك هذا النفس الإنساني والنفس السياسي يعني قصدك أنه الكنائس مختلفة عن قيادات الدول نعم يعني الكنائس كلها متضامنة مع الشعب الفلسطيني لأن ما يحدث هو إبادة جماعية وهو جرائم حرب كما وصفت أيضا ولا يمكن أن لأي إنسان عاقل ومؤمن أن يقبل بها الكنائس كلها ترفع الصلوات وكذلك ترفع التبرعات أيضا كما حدث في الأردن حاليا هناك حملة جمع تبرعات قبل العيد عيد الميلاد وكذلك في فلسطين يعني المدن الفلسطينية المستقرة أيضا تجمع تبرعات من أجل إيصالها إن شاء الله إلى الشعب الفلسطيني في غزة ترجمة نانسي قنقر